أن معاذ رضي الله عنه حينما رأى النبي على حماره قال النبي يا معاذ يقول فالتفتت إليه قلت لبيك وسعديك يا رسول الله وهذه الرواية عند أحمد قال يا معاذ تعالى فاركب معي يقول معاذ فاستحيت من النبي صلى الله عليه وسلم أن أمتطي دابته وأن أركب على ظهر حماره والبيهقي يقول في شعب الإيمان صاحب الدابة أولى بظهرها وصاحب المكان أولى بمكانه قال فاستحيت أن أركب على دابة رسول الله قال يا معاذ اركب معي يقول فكررها صلى الله عليه وسلم ثم ركبت على دابته فلما ركبت مشينا قليلا ثم عثر الحمار فسقط الحمار وسقط رسول الله وسقط قال فقمت حياء وخجلا أن نبينا وقع على الأرض عليه الصلاة والسلام لكن النبي التفت إلى معاذ يتبسم لأنه إمام الهدى والمتواضع الأول اضحك لأنك جئت بشرى للورى في راحتيك السلم والإسلام ضحكت لك الأيام يا علم الهدى واستبشرت بقدومك الأعوام قال فالتفت يضحك متبسما فقال يا معاذ تعال يعني مرة ثانية واركب معي على ظهر الحمار قال فكنت رديفه على حماره فركبت خلفه ثم مشى الحمار قليلا فعثر الحمار وسقط النبي وسقط عليه الصلاة والسلام ثم قام وهو يتبسم وقال اركب معي يا معاذ قال فركبت الثالثة قال فلما مشى الحمار قليلا قلت يا معاذ قال لبيك وسعديك يا رسول الله قال أتعرف حق الله على العباد قال معاذ قلت الله ورسوله أعلم قال حق الله على العباد قال ثم مشينا قليلا فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتعرف يا معاذ حق العباد على الله قلت الله ورسوله أعلم قال حق العباد على الله بشرط إذا فعلوا ذلك يعني حققوا التوحيد ألا يعذبهم ثم قال النبي وقال معاذ للنبي صلى الله عليه وسلم أو أخبر النس أحدثهم بذلك قال لا فيتكلوا وهذه رواية المخاري ومسلم ثم حدث معاذ رضي الله بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم خشية أن يكون قد كتم علما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعظم حق لله التوحيد أجمل مجلس يا أمه الصالحون ويفد إليه الحكماء والعقلاء هو المجلس الذي يذكر فيه الله ويتحدث فيه عن حقه وهو توحيده سبحانه وتعالى هذا التوحيد كلمة لا إله إلا الله العظيمة وأنت تتحدث عن ربك هي التي من أجلها أسست الملة ونصبت القبلة وأرسل الله رسله وأنزل كتبه وشرع شرائع دينة هذه الكلمة العظيمة التي قال عنها ابن عيينة ما أنعم الله على العباد نعمة أعظم ولا أكبر ولا أجمل ولا أكمل ولا أحسن من أن عرفهم لا لا إله إلا الله هذه الكلمة العظيمة التي قال عنها موسى عليه السلام في حديث أبي سعيد الخدري الذي يرويه الحاكم وبن حبان وصحها وإن كان حديث البطاقة أصح منه لكن قال موسى يا ربي علمني شيئا أذكرك به موسى يقول يا رب أريد أن أذكرك بشيء يعني خاص فيني أنا قال الله لموسى يا موسى قل لا إله إلا الله قال يا ربي كل عبادك يقولون هذه الكلمة قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة لمالت بهن لا إله إلا الله لمالت بهن لا إله إلا الله فالتوحيد حق الله على العباد ولذلك كفار قريش لما أتوا كعادة العرب في الجاهلية من التفاخر بالأنساب والأحساب والتفاضل على أساسها جاءوا إلى النبي قائلين يا محمد أنسب لنا ربك يعني ما نسب ربك أنسب لنا ربك ونسوا أو تناسوا أنه هو الذي خلقهم من ماء مهين فجاء الجواب من الواحد الأحد على هذا السؤال فعرف نفسه جل وعلا بقوله قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد هذه السورة موجزة لكنها معجزة اجتملت على معاني بديعة وأشارت إلى لطائف كثيرة ومسائل خالدة لذلك لا عجب أن تعدل ثلث القرآن كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وتسمت هذه السورة بسورة الإخلاص لأن فيه تعليم الناس إخلاص العبادة لله وهو حق من حقوق الله جل وعلا وسلامة الاعتقاد من الإشراك به جل في علا وتسمى سورة التوحيد وتسمى سورة الأساس لأنها اجتملت على التوحيد وهو أساس الإسلام وقد أحصى بعض العلماء لسورة الإخلاص ما يربو على عشرين اسما وأنتم تعرفون إذا تعددت الأسماء يدل على شرف المسمى ولذلك سيباويه صانع النحو في كتابه الكتاب ذكر أهل النحويين صناع النحو والإعلام أنه لما قسم المعرفة قسمها إلى ستة أقسام جعل أول قسم فيها قسم العلم وجعل أعلم الأعلام اسم الله جل في علاه لفظ الجلالة الله لما توفي سيباويه يذكر أنه رؤية في المنام فسئل قال له ماذا صنع الله بك قال إن الله غفر لي ورحمني وأدخل للجنة لأنني جعلت أعلم الأعلام لفظ الجلالة الله الله ولذلك يذكر الإمام مالك بن أنس صاحب دار الهجرة رحمه الله يقول أنه خرج فرأى رجلا مخمورا يشرب الخمر لكنه لم يعرف أنه كان مخمورا لأنه رآه في مسافة سقط على الأرض والرجل يتمتم بكلمات لم تفهم لبعد المسافة فلما اقترب الإمام مالك إلى الرجل علم من حاله أنه على أثر شفتيه الخمر كان يردد الله الله وهو ساقط على الأرض وسكران فما كان من الإمام رحمه الله تعالى إلا أن أخذ قطنة ومسح شفتي ذلك الرجل وطهرها وسأل الله له الهداية اللهم رده إليك ردا جميلا يقول هذا الرجل المخمور أنه هدي إلى الحق واستقام إلى الطريق المستقيم قال الإمام مالك رحمه الله تعالى فرأيت في المنام أنني أبشر أن الله تبارك وتعالى أعد لك مكانا عاليا لأنك طهرت المكان أو الشفتان التي يخرج منها لفظ الجلالة الإمام مالك كان يرى أن لفظ الجلالة لا يمكن أن يخرج من بين شفتين نجستين فطهر تلك الشفتان أو الشفتين حتى يخرج لفظ الجلالة طاهرا من بين تلك الشفتين الله الذي هو التوحيد الحق ولذلك سميت هذه السورة بأسماء عدة سميت سورة الإخلاص بالنجاة لأنها تنجي من الكفر في الدنيا ومن النار في الآخرة والولاية لأن من عرف الله بوحدانيته فهو من أوليائه المؤمنين الذين لا يتولون غير الله ثالثا سميت بالنسبة لما روي أنها نزلت لما قال المشركون أنسب لنا ربك فعرفوا قيمة التوحيد ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم صعد على الصفة كان همه الأول أنه يدعو الناس إلى هذه الكلمة إلى حق الله فلما وقف يا معشر قريش يا بني هاشم يا بني عبد مناف فلما اقترب الناس واجتمعوا منه قال يا قوم لو أنني حدثتكم أن خلف هذا الوادي خيلا تصبحكم أو تمسيكم أو تصدقونني قالوا ما جربنا عليك كذبة قال إذن قولوا لا إله إلا الله تفلحوا فقالوا أما هذه فلا وأنزل الله جل وعلا إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون وقال أبو لهب تبا لك يا محمد ألي هذا جمعتنا فأنزل الله تبت يد أبي لهب وتب النبي يدعو الناس من البداية إلى هذه الكلمة لأنها الكلمة العظيمة الكلمة التي فيها حق الله تبارك وتعالى أن يحقق هذا التوحيد ولذلك من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه دخل الجنة ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم جعل بالتوحيد وهو حق الله يعصم دمك ومالك وعرضك أمرت أن أقاتل الناس كما في الصحيحين حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله طيب إذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم وأعراضهم إلا بحقها وحسابهم على الله ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أسامة رضي الله عنه وهو يقاتل في هذه الغزوة لفت نظره مشرك من المشركين يقتل في المسلمين يعني يعمل عمله بسيف يقتل في المسلمين فغاضه ذلك المواقف التي نراها اليوم الصور والمشاهد المتكررة التي نرجو الله أن يرفع عن أمة الإسلام نرى في الأخبار في أحوال إخواننا في الشام في سوريا في فلسطين وأحوالهم كذلك في العراق وفي أفغانستان وفي أوساط أفريقيا وفي بورما وفي غيرها مشاهد يندى لها الجبين لا أظن عاقلا إنسان يحمل قلب فضلا على أن يكون مؤمنا موحدا بالله أينه يرى مثل هذه المشاهد ولا يتحرك قلبه ولذلك أسامة رأى المشرك يقتل في المسلمين فقاضه ذلك المشهد فقام أسامة فلحق به يعني وجه سهامه إليه ثم لحق به المشرك لما علم أن أسامة بطل يلحق به فر هاربا فأخذ أسامة يلحق به حتى سقط المشرك على الأرض فلما سقط رفع أسامة سيفه ولما رأى المشرك السيف متوجه إليه ليقتله قال المشرك أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله فقتله أسامة ثم انتصر المسلمون في تلك الغزوة وعادوا إلى النبي مستبشرين يريدون أن يبشروه بالنصر واستقبل النبي عددا منهم قبل أسامة فأخبروه أن أسامة قتل رجلا قال لا إله إلا الله ثم دخل أسامة على النبي مستبشر بالانتصار فقال السلام عليك يا رسول الله فما رد عليه السلام في بعض الألفاظ عند الإمام الترمذي وغيره أنه قد طأطأ رأس هاي النبي عليه الصلاة والسلام وعينه تدمع ثم قال السلام عليك يا رسول الله ظنًا من أسامة أن النبي لم يسمعه فرفع النبي رأسه وهو يقول يا أسامة أقتلت الرجل بعد أن قال لا إله إلا الله فيبرر قال أسامة يا رسول الله رأيته يقتل في المسلمين فغاضني ذلك قال النبي يا أسامة أقتلت الرجل بعد أن قال لا إله إلا الله قال يا رسول الله ما قالها إلا تعوذًا من الموت يعني خوفًا من الموت قال يا أسامة من لك بلا إله إلا الله إذا جاءت تحاجك يوم القيامة قال أسامة والذي نفسي بيده وددت أنني ما أسلمت إلا تلك اللحظة تمنيت أنني ما دخلت أصلاً في الإسلام إلا تلك اللحظة لأن قضية لا إله إلا الله توحيد يحسن ويحفظ هذا الدم والنفس والعرض وهذه أعظم كلمة وهي حق الله تبارك وتعالى على عباده حق الله جل وعلا على عباده أن يوحدوه ولا يشركوا به شيئاً أن يعبدوا الله تبارك وتعالى وحده ولذلك تجد هذا التوحيد واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون كل الأنبياء والرسل أرسلوا لهذه القضية ولهذا التوحيد ولهذه القضية الوحيدة وهي أن يوحدوا الله تبارك وتعالى فلا يصرف شيء من العبادات لغير الله لا صلاة ولا سجود ولا حج ولا صيام ولا ذبح ولا حلف ولا غير ذلك قل إن صلاتي ونسكي ومحيايا ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين العبادات كلها وما يتعلق بها من الجوارح بالقلب هي حق لله تبارك وتعالى منها الصلاة مجتمعة متفرقة فريضة نافلة اذ هي عبادة لا تصلح إلا لله السجود له والركوع له والتسبيح له والدعاء له والقراءة له والقيام كله حق له سبحانه وتعالى في حديث عبد الله بن أبي أوفع حديث يرويه بن ماجة وابن حبان وهو صحيح أن معاذ رضي الله عنه لما قدم من الشام سجد للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال النبي معاذ ما هذا يعني من متى كيف تسجد ما هذا يا معاذ قال أتيت الشام فوافقتهم يسجدون لأساقفتهم وبطارقتهم فوددت في نفسي أن أفعل ذلك لأنك رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم فلا تفعلوا نها فإني لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها فلا سجود إلا له الذين يخضعون تحت أرجل بشر مثلهم بل يطوفون على حجر ويتوسلون إلى شجر رأيت في بعض البرامج في بعض البلدان في الهند وغيرها في معابد يعبدون الفئران أكرمكم الله يكرمون الفأر ويطيبونها ويطعمونها ويعبدونها ومنهم من يعبدوا شجرة ومنهم من يعبدوا صنما ومنهم من يعبدوا فرج امرأة أكرمكم الله ولكن المؤمن الموحد لا يمكن أن ينحني ظهره ولا تخر جبهته إلا لله تبارك وتعالى لا يدعى إلا الله سواء كان دعاء عبادة أو دعاء مسألة أو استعانة فهو حق أكيد لله جل وعلا لا يصرف لغير الله البتة مهما على درجة من تدعو وسمعته ومنزلته سواء كان نبيا مرسل أو ملكا مقرب لأن الله جل وعلا يقول قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا فادعوا الله ادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون الكفار الذين استقامت ربوبيتهم وانحرفت ألوهيتهم كانوا إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين لأنهم في حال كرب فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ولذلك لا نجاة إلا بالتوحيد أنا أقول لكم باختصار أصحاب الهموم والديون والمشاكل الزوجية والقضايا الخاصة وأصحاب الكروب إذا أراد أن يفرج له كربه فليلجأ إلى الله يونس عليه السلام في سفينة ووضعوا قرعة لما رأوا ذلك الحوت الضخم في البحر كاد أن يحطم سفينتهم أو يلتقمها فقالوا لابد أن نضع طعما ونضحي بواحد فاقترعوا فكان الوقوع السهم على يونس عليه السلام ثم قال ربانها إن هذا رجل ظاهره الصلاح لنعيد القرعة مرة أخرى لعل يخرج غيره فتعاد ثلاث مرات فيكون على يونس الخيار كما قال الله جل وعلا فساهم فكان من المدحضين ثم وقع الاختيار أو وقع السهم عليه فحمل يونس عليه السلام ورمي في البحر والتقمه الحوت وظل في ظلمات ثلاث أسألك بالسطحية عذرا لو قفل عليك باب الغرفة في مكان مهجور ثم قفل عليك باب البيت الذي فيه الغرفة ورمي المفتاح في باب حديد ولا زاد ولا طعام ولا هواء ولا ضوء ولا بشر ولا شيء ثم ذهب الذي أقفل ذلك الباب وله المثل الأعلى كيف سيكون حالك يونس ما تغير ارتباطه بالله لأن تغير المكان والظروف لا تغير قلبا تعلق بربه جل في علاه مطلقا موحد في ظلمات ثلاث ظلمة ليل ظلمة البحر وظلمة الحوت ومع ذلك كان التوحيد حاضرا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فجاءت الإجابة بعدها فنجيناه لا يمكن أن تدعو بهذا الدعاء وهذا دعاء كرب لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين جمع بين التوحيد والاستغفار كما قال الله لمحمد قبل أن تبدأ رسالتك قبل أن تزاول دعوتك قبل أن تقوم بمهمتك فاعلم أنه لا إله إلا الله استغفر للمبك اجمع بين التوحيد والاستغفار تجد الفرج ينفتح عليك الله جل وعلا قريب من يونس ولا لا حينما يقول الله جل وعلا أنه قريب مجيب القرب الآن بس أريد منكم أسكت لا تتكلم أنا سأسكت كل مننا يناجي ربه بينه وبين نفسه أنا لا أعلم كل منكم بماذا يناجي المناجات أن تستشعر أن الله منك قريب كل من يسمعون الله الله يعلم ما كان وما يكون وما هو كائن وما لم يكن لو كان كيف يكون فالذي في نفسك قريب يسمع ويجيب ولذلك يونس لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين في بعض ذويات أن هذا الصوت حينما ارتفع لأن الله يقول إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه ارتفع صوت يونس موحدا مستغفرا مناديا قالت الملائكة يا ربي صوت معروف من عبد معروف أين هو حتى ننقذه قال هذا عبدي وسوف أنقذه فاستمر قيل أربعين ليلة وقيل أربعين شهرا وقيل أكثر من ذلك وهو يردد كلمة التوحيد فقال الله جل وعلا فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون ونصيحة لكل مكروب ونادي إذا سجدت له اعترافا كما ناداه ذنون بن متى وأكثر ذكره في الأرض دأبا لتذكر في السماء إذا ذكرت الذبش حق من حقوق الله لا يمكن أن تتقرب لا بكبش ولا حتى ببعوضة لغير الله تبارك وتعالى لأن حياتك كلها وصلاتك ونسكك لا يكون إلا لله والذي يذبح لغير الله يذبح لغير الله مشركا بالله تبارك وتعالى ولذلك أيضا مما يختص به رب العالمين أن لا نحج إلا له في إيران الرافضة الاثنى عشرية المجانين وضعوا كعبة عندهم وأمروا الناس بالطواف عليها بل يرون أن بعض مناطقهم ومواقعهم أطهروا عندهم في ظنهم من البيت الحرام الله جل وعلا الذي يعطي الخصوصية للأرض والمكان والزمان والإنسان ويفضل من شاء ويرفع من يشاء سبحانه وتعالى قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب أما أنا وأنت بشر يجب أن ننقاد لله تبارك وتعالى الله يقول وأتم الحج والعمرة لله وعلى هذا فلا يجوز أن يحج الإنسان لقبر نبي ولا لرجل صالح ولا لمشهد من المشاهد ولا يطوف إلا بالبيت العتيق وأيضا من الخصوص لله تبارك وتعالى حقوقه أن لا تحلف إلا به نسمع اليوم الحلف بالوالدين وبالذمة وبالرقبة وبالرقبة ويحلفون بالطلاق ويحلفون بأمور من المخلوقات والله أمرك أن لا تحلف إلا به الحلف هو تعظيم للمحلوف ولا يليق أن يكون حلف إلا أن تعظم الله تبارك وتعالى تبارك وتعالى ولذلك ثبت في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي قال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك عمران بن حسين كان يعبد سبعة ودخل على النبي عليه الصلاة والسلام قال له كم لك من إله قال لي سبعة قال أينهم قال ستة في الأرض وواحد في السماء قال النبي له من لرغبك ورهبك إذا ضاقت عليك الأمور تلجأ إلى أي واحد قال ألجأ إلى من كان في السماء قال إذن عليك بمن في السماء فهو ربك واترك اللتي في الأرض لا تعبد غير الله لا يمكن لا يمكن أن ترى توحيدا خالصا وقد دخله شرك أو شابه شائبة في توحيد ذلك الإنسان لأن الله تبارك وتعالى لا يقبل إلا التوحيد الخالص جل في علاه حق الله تبارك وتعالى أن تطيعه أن تؤمن به أن تصدق بكل ما أمر به جل في علاه أمرك ربك أن تصدق بالبعث والبرزخ وأن تؤمن بالأنبياء والرسل ولذلك أول صفة من صفات المؤمنين من أوائل صفات المؤمنين ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين منهم يا رب الذين إيش يؤمنون بالغيب مؤمنين عندنا يقين الآن أن الله تبارك وتعالى أخبرنا أن عيسى سينزل آخر الزمان ويكسر الصليب نؤمن أخبرنا نبينا أنه في آخر الزمان سيخرج المهدي نؤمن أخبرنا أن هناك موت وهناك حياة برزخ وهناك بعث وهناك نشور وهناك جنة وهناك نار نؤمن بذلك كله ولو لم نراه هذه حقيقة التوحيد الخالص الذي يؤمر به العبد ويقوم كذلك به الله تبارك وتعالى له حقوق ثابتة خاصة به وهناك حقوق لرسوله فنتحدث عن حق الرسول في محاضرة بهذا العنوان وهناك حق مشترك لله وللنبي صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله في حق مشترك وهناك حق خاص برب العالمين تبارك وتعالى ولذلك يقول الإمام ابن القيم في النونية المشهورة قال الرب الرب رب والرسول فعبده حقا وليس لنا إله ثاني فلذاك لم نعبده مثل عبادة الرحمن فعل المشرك النصراني كلا ولم نغل الغلو كما نهى عنه الرسول مخافة الكفران حتى قال لله حق لا يكون لغيره ولعبده حق هما حقان لا تجعل الحقين حقا واحدا من غير تمييز ولا فرقان فالحج للرحمن دون رسوله وكذا الصلاة وذبح ذي القربان وكذا السجود ونذران وكذا السجود ونذرنا ويميننا وكذا متاب العبد من عصيان وكذا التوكل والإنابة والتقى وكذا الرجاء وخشية الرحمن وكذا العبادة واستعانتنا به إياك نعبد دان توحيدان وعليه ما قام الوجود بأسره الدنيا وأخرى حب ذا الركنان وكذلك التسبيح والتكبير والتهليل حق إلهنا الديان لكنما التعزير والتوقير حق للرسول بمكتظى القرآن والحب والإيمان والتصديق لا يختص والحب والإيمان والتصديق لا يختص حقان مشتركان هذه التفاصيل الحقوق ثلاثة لا تجهلها يا أولي يا أولي العدواني حق الله تبارك وتعالى عظيم وتوحيد الله جل وعلا أعظم أمر ولذلك إذا عرفت حق نفسك يقول العلماء اعرف قدر نفسك تعرف حق ربك من أنت الله جل وعلا يناديك في القرآن الكريم ويقول جل وعلا وفي أنفسكم أفلا تبصرون ولذلك العلماء كلهم حينما جاءوا عن الحديث عن أنفسهم كمخلوقين هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا الله يقول أنت لم تكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا ولذلك الإمام الشافعي أمسك بيضة فرفعها فنظر فيها يتأمل قال سبحان الله هذه البيضة خارجها أبيض كالفضة وداخلها أصفر كالذهب الزلال يخرج الله منها حيوان يسمع ويبصر ألا تدل على السميع البصير ما تدل على الله والإمام أحمد ينظر إلى ورقة شجرة سنوبر ثم يمسكها ويرفعها قال هذه الشجرة أو هذه الورقة تأكلها الدودة فتخرج حريرا وتأكلها النحلة فتخرج عسلا وتأكلها الماعز فتخرج لبنا ألا تدل على السميع البصير والإمام مالك في الحج يوم عرفة يرى الناس يلهجون بالذكر هذا أعجمي وهذا أعربي وهذا غني وهذا فقير وضجيج الأصوات وارتفاع الدعوات فوقف ينظر قال لا إله إلا الله تعددت اللهجات واختلفت اللغات ولكنها لا تختلف على فاطر الأرض والسماوات هذه آية الله جل لا يحتاج إلى دليل يذكر أن امرأة من نساء نيسى فوق قالوا لها أن رجلا عالم من العلماء ألف كتابا هذا الكتاب جمع فيه ألف دليل على وحدانية الله وعلى وجود الله قالت والله ما جمع ألف دليل على وجود الله إلا لأن عندها ألف شك على أن الله موجود الله لا يحتاج إلى دليل السماء ذات أبراج والأرض ذات فجاج كلها تدل على الله وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد الله جل وعلا في كل شيء ترى حكمته وترى عظمته ولذلك هذا التفكر أحد أسباب معرفة حق الله جل في علاه الله يقول وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها إيش معرضون هذا فيديكس الإنجليزي اللي قبل أشهر تجاوز أغلفة كما يقول الهوى أو الأجواء يقول هو في لقاء معه في إحدى القنوات رأيته مترجما قالوا وش أعظم ما لاحظت في هذه الرحلة الرحلة استغلقت ساعات ثم بعد ذلك قال كلمة كلمة الحقيقة نحتاج أن يقول نحنها للتوحيد قال علمت أن الذي خلق هذه الأرض والخلق أعظم بكثير منها كيف اكتشفت هذا قال كلما ارتفعت في المركبة أشعر أن الأرض تصغر 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 حتى فجأة رأيتها مثل الذرة يعني مثل الضوء مثل الإضاءة البسيطة وفجأة اختفت يقول كلما ارتفعت حتى اختفت الأرض معد رأيتها يقول فعلمت أن الذي خلقها أعظم منها الله جل في علاه إذا كان كرسيه الكرسي الذي هو موضع قدميه سبحانه وتعالى الرسول يخبر أن لموضع الكرسي عند عند الله تبارك وتعالى يخبر أن موضع هذا الكرسي عند السماوات والأرض ومن فيهم كحلقة ألقيت في فلاه هذا موضع الكرسي فكيف بالعرش كيف بالعرش والرب الذي استوى عليه استواء يليق بجلاله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير إذا عظمته عرفت حقه إذا عرفت قدرك وفي أنفسكم أفلا تبصرون العقل نعمة ولذلك تجدون أن الله تبارك وتعالى من أسمائه القهار قهر كل شيء كل شيء العقل قهره الله سبحانه وتعالى بماذا الآن كل شيء موجود في الأرض لا يمكن نصنع شيئا إلا هو تقليدا ومحاكات محاولة لما صنعه الله الطائر حينما رآه ذلك العالم عن طريقه استطاعا يصنع تلك الطائرة العقل لما صنع الكمبيوتر وهذه الأجهزة هي تحاول أن تحاكي شيء من هذا العقل الذي يحتفظ ويختزن لبعض المعلومات تأتي كذلك إلى المركبة حينما تركب على الدواب الحمير والبغال والجمال وغيرها ثم تصنع هذه المراكب الكثيرة وقس على ذلك ولذلك نحن حينما نأتي إلى قدرة الله تبارك وتعالى يشعر العبد بضعفه ويشعر كذلك بأنه عند خلق الله لا شيء كن مع الله في سبحات الفكر مع الله في لمحات البصر مع الله في ومضات الكرة مع الله عند امتداد السهر مع الله والقلب في نشوة مع الله والنفس تشكب بجر مع الله في أمس المنقضي مع الله في غدي المنتظر مع الله في عنفوان الصبا مع الله في الضعف عند الكبر مع الله قبل حياتي وفيها وما بعدها في الضعف عند الكبر مع الله قبل حياتي وفيها وما بعدها عند سكن الحفر مع الله في الجد من أمرنا مع الله في جلسات السمر مع الله في حب أهل التقى مع الله في كره من قد فجر الكفار يذكرون به ويتذكرون عظمته ولذلك لما دخل الصحابة على النجاشي كان نصرانيا في ذلك الوقت في الهجرة الأولى حدثوه فقط عن ما جاء به هذا الإسلام وعن نبي الإسلام ثم تلا عليه ذلك الصحابي الجليل قصة مريم واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقية فدمعت العينان وأسلم وأخفى إسلامه وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب وقد أثنى عليه قبل إسلامه إنكم تذهبون إلى بلد فيها ملك عادل وأما النفس أيها الأحبة لتعرف قدر الله تبارك وتعالى البصر اسألوا الذين الآن يلبسون عفوا النظارات لا تسأل لعماء لأن الأعمى منتهي أمره اطلعت على مقطع في اليوتيوب وهو متاح ارجعوا إليه في لقاء مع أحد الفضلاء المهتمين بشأن الصم البقم في السعودية هنا وتحدث عن شخص وأتى به وصور كذلك والمقطع موجود وبث هذا أظن في قناة المجد والرجل هذا لا يسمع أبكم ولا يتكلم أبكم ولا يسمع ولا يرى ويتعامل معهم باللمس يمسك أطراف الأصابع ويتعامل معهم فحدثوا عنه شيء عجيب يقول ألقينا محاضرة يعني هو يحتاج الصم الذين معه يحتاجون إلى من يترجب لأن الصم لا يتكلمون ولا يسمعون لكن بعضهم يبصر فبالتالي بالحركات يفهمون بلغة الإشارة يقول فهذا الشخص كان بالنسبة له معناه آخر لأنه يحتاج من يمسك يديه ويحرك أصابع حتى يفهم لأنه لا يرى ولا يسمع ولا يتكلم كذلك فكانوا يعانون يعني يحتاج إلى مترجم المترجم يحتاج إلى مترجم يقول فالغريب أنه إذا قرئ القرآن وردت للقرآن كانوا يلاحظونه ومن معاه يبكون تدمع أعينهم وهم لا يسمعون لكن القرآن له خاصيته سوئل بعض علمائنا الحقيقة إلى مثلا إعطاء إجابة لهذا الأمر شخص لا يسمع ولا يبصر ولا يتكلم والقرآن يتلأ وحيانا باللمس ويتأثر ويبكي فإجابتهم كانت واضحة مختصرة وفيها حكمة قالوا لأنه القرآن وحسب عظمة الله عظيمة ولذلك نحن الأصحاء لا نعرف قيمة ما نحن به إلا إذا رأينا غيرنا ولذلك الحكمة المشهورة الصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يراها إلا من إلا المرضى يقال أن رجل هذا ذكرها ابن الجوزي أن رجلا أعمى أن رجلا رأى في الطريق رأى في الطريق شيء يعني أذى أو ساخ أو أذى فحملها وأبعدها إلى جانب الطريق ثم جاء صاحب له وحمل تلك الأصحة التي وضعها على جنب الطريق وحطها في نصف الطريق فقال له ليش يعني أنا أبعد الأذى عن طريق الناس وأن تعيدها مرة ثانية قال له أنت أبعدت الأذى عن طريق المبصرين المفتحين وحطيتها في طريق العميان الأعمى في الغالب يمشي جنب الجدار دعه في نصف الطريق يراه المبصر فلا يقع ولا يقع فيه الأعمى يقول فعلمت قيمة هذه النعمة البصر يقول الإمام بن رجب رحمه الله إذا أردت أن تعرف نعمة الله عليك ضع كفيك على عينك سكر عيونك بس لمدة دقيقة يقول تعرف نعمة الله عليك لأنك تبصر الآن تشوف هذا جالس وهذا واقف وهذا عمود وهذه طاولة وهذا ميكروفون وهذا ماء وهذه ورقة وهذا أحمر وهذا أصفر وهذا أزرق لكن الأعمى لا يميز ولا يعرف ولا يرى هذه كلها ولذلك أيضا حتى اليدين يعني أن تأمل الله جل وعلا حينما دعاك أن تتأمل في خلقك لحكمة وفي أنفسكم أفلا تبصرون الله يدعوك إلى أن تتأمل في هذه النفس الآن تخيلوا أننا نمشي بدون ما تنثني أيدينا ولا المفاصل تخيل أنك تمشي بهذه الطريقة ما تنثني لا يدك ولا تنحني كذلك ذراعك كيف سيكون حالك واليد نعمة من أجل نعم الله على الإنسان يقول الإمام بالرجب إن أخذك للقمة مجرد أنك تأخذ اللقمة أو ترفع ما تشربه بجرد بس مسكتك للقمة ووضعها في ثمك فيها أكثر من خمسة وثلاثين نعمة وفائدة لك هذا في الظاهر وتكلم رحمه الله عن الأظفر قال أما هذا الأظفر فله أكثر من خمس فوائد وساقها رحمه الله تعالى حين يمكن نقول إش فائدة الأظفر هذا ما لها قيمة لكن الله تبارك وتعالى وضعه لحكمة وقطعا له من الفوائد الكثيرة ولذلك هاتين اليدين عظيمتين حدث الأخ الشيخ عبد العز الخطابي وهو رجل طالب علم ومؤلف له بعض الكتب والكتيبات وكتب رسالة سماها شكر النعم تباع وموجودة الآن فقسم شكر النعم شكر نعمة العقل للبصر لليدين وغيرها ولما تكلم عن شكر نعمة اليدين ذكر قصة واقعية والعهدة عليه والكتاب موجود قال أنه كان يجلس في مسجد مثل هذا عندهم حلقة علم يقول ومينما هم جلوس لاحظوا أن النافذة الدريشة حق المسجد تطرق برأس رجل يعني واحد يطق الدريشة برأسه يقول فأمرت واحد من الطلاب يخرج يطلع يشوفوا شو الموضوع يقول فخرج فوجد رجلا خلقه الله كاملا لكن من غير يدين ما له يدين يقول قلت ماذا تريد قال اكرمكم الله اريد الحمام دورة المياه يقول ذهب به إلى دورة المياه أو قال له الدورة هناك قال خذني لها يقول فأخذته إلى دورة المياه فلما دخل في حمامات المسجد اكرمكم الله والمسجد قال له افتح لي الباب ما له يدين يقول ففتحت له الباب يقول يوم دخل قال اغلق الباب يقول سكيت الباب وقبل اصك الباب قال انتظرني عشان اذا خلصت بناديك تفتح لي الباب يقول فاغلقته الباب ودخل الرجل يقضي حاجة اكرمكم الله يقول وانا انتظر عند الباب يقول فجأة طرق عليه الباب راسه باب الحمام قلت افتحتي بتطلع قال لا ادخل عليه ادخل بس لو سمحت نزل يعني بصرك يقول فدخلت فاذا بالرجل اكرمكم الله على الكرسي في الحمام قلت ماذا تريد قال والله لم استطع ان اغسل نفسي ارجوك تسكب علي الماء حتى تغسلني وطهر نفسي يقول فطأط رأسي وانزلت عيني وانا احمد الله واقول لله ما اخذ وله ما اعطى فاحمد الله على هذه النعمة الانسان المتعافي نعمة اذا رزق العبد ايمانا في قلبه ايمانا في قلبه وعافية في بدنه وامنا في بلده وداره حيزت له الدنيا بحذافيرها حيزت له الدنيا كلها بحذافيرها العافية العافية لا يعادلها شيء يقول احدهم سبحان من اعطاه هؤلاء القصور ولا اموال يعني ليش حنما اخذنا مثلهم فقال له احد العلماء اما ذهبت المستشفى فقلت سبحان من عافان مما امرض به هؤلاء ادخل المستشفى تجدون العجب العجاب حدثني الشيخ عبدالعزيز السدحان دكتور عبدالعزيز يقول بانه زار مستشفى النقاحة مستشفى النقاحة على طريق الخرج ومستشفى يعنى بالذين اصيبوا بعهات خلقية. يقول فلما دخلنا وكان معنا طبيب مرافق مشرف على المبنى او تشفى يقول قبل ندخل احدى الاجنحة اجنحة المرضى سمعنا صراخا وصياح لاحد المرضى اول ما دخلنا ارتفع صوت المريض اكثر فسألت الطبيب المرافق قلت وش مرضى الرجل? قال هذا الرجل عنده تلف في الجهاز الهضمي ما يقدر يهضم الطعام يعني يأكل الطعام وثم بعد ذلك يتعسر في هضمه يقول تلقائيا سألت قلت وش تعطونه وش لاكل يأكله يعني يأكل طعاما اه ثقيلة مثل الرز واللحم وكذا قال لا لا نضع له محلول اشبه ما يكون بالحليب مع فيتامينات ونضع في رضاع اطفال خضة ويرضعه ومع ذلك يتعسر في هضمه لا يستطيع ان يهضمه ويصرح ويصيح ولذلك الامام هارون الرشيد امير المؤمنين سألوه قالوا له لو ان الدنيا كلها بين يديك لكنك افتقدت الماء ما عندك موية وعطشت واردت شربت ماء كم تدفع من مالك حتى تاخذ الموية قال ادفع نصف ملكي قالوا طيب شربت الماء ثم دخل في داخل يمعائك وما استطعت ان تخرجه ووجدت العلاج عند رجل يعالجك بامر الله ويخرج لك هذا الماء كم تعطيه قال اعطيه نصف ملكي الاخر فقال لا بارك الله في ملك ذهب نصفه بشربة ماء والاخر باخراجه باخراج هذا الماء والله الذي لا اله غيره زرت مركز التأهيل الشامل التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية قبل سنوات ومركز التأهيل الشامل مثل مستشفى النقاة لكن هؤلاء الذين خلقوا بعهات اصطى خلقية فدخلنا فوجدت رجل والله نيحدثكم بما رأت عيني يمكن طوله ما يتجاوز اربعين سانتي على سرير رأسه عفان الله اياكم كبير جدا ولا ينطق ولا يتكلم فقط يبصر وعلى الكرسي ولما دخلت وكان معي ايضا مجموعة من المرافقين المشرفين على المركز رأيت الرجل هذا فبدأت تحدث وأصبر قالوا ترى يسمع ويفهم فأنا اتكلم جلس يبكي والله العظيم تصورت من عمره فلطعشر سنة اثنى عشر سنة يعني صغير قلت لهم كم عمر هذا الانسان كم له سنة هنا قالوا منذ ان اولد عمره ستة واربعين سنة وهو على هذه الحالة فحمدت الله على هذه النعمة العظيمة احمدوا الله ولذلك لا تعرف حق الله اللي اذا تأملت في خلق الله وايضا من من معرفة حق الله تعظيم الله تبارك وتعالى ان لله تسعة وتسع تسع وتسعين اسما من احصاها دخل الجنة الاسماء التي لله تبارك وتعالى لو اننا تأمنا فيها الله سبحانه وتعالى يقول النبي ابن عباس تعرف على الله تعرف على الله في الرخاء ومن جملة معرفة الله تبارك وتعالى ان تعرف اسماء وان تعرف صفاته الله اعلم المعارف كلها لفظ الجلالة الذي لم يتسمى به احد حينما تتحدث هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيم العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يجركون حينما ترى اقدار الله تبارك وتعالى تعرف عظمة الله تحيل واستشعر النبي صلى الله عليه وسلم يسرى به في ليلة من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى ثم الى السماء حتى لم يكن بين وبين العرش الا قاب قوسين او ادنى كما قال الله فكان قاب قوسين او ادنى ويرجع النبي في تلك الليلة ولا يزال فراشه حارا دافئا صلى الله عليه وآله وسلم من الذي اسرى به في هذه السماوات السبع ما بين السماء والسماء مسيرة خمسمائة الف عام الملك الواحد النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل بهيئته ولما وصفه صلى الله عليه وسلم رأى الليلة الثانية في غار حراء حينما كان يتعبد ربه لما ذهب الى زوجته وقال زملوني ثم عاد الليلة الثانية يقول لخديجة وانا داخل اريد ادخل النبي صلى الله عليه وسلم النبي التفت يمين حديث في البخاري حدثت نبي عائسة رضي الله عنها التفت يمين ما في احد يا محمد تفت يسار يا محمد ارفع ونظر الرسول فاذا به يرى جبريل بين السماء والارض على عرش على كرسي يجلس يقول النبي صلى الله عليه وسلم والله اني رأيته له ستمائة جناح طرف جناح جبريل عليه السلام يغطي ما بين السماء والارض فقط هذا جبريل واحد من الملائكة ما بين شحمة الملك شحمة اذنه وعاتقه مسيرة خمسمائة سنة وتخيل انت عطت السماء وحق لها ان تعط ما من موضع اربع اصابع الا وهناك ملك ساجد او راكع ملائكة لله سيارون وله ملائكة بالبيت يطوفون سبعون الف ملك في البيت المعمور كل ييلة كل يوم يذهبون يطوفون ولا يعودون الى قيام الساعة ملائكة ايضا ومع ذلك اذا جاء يوم القيامة وغامر الله الجميع ان يقفوا في ذلك المشهد العظيم ورفعوا ظهورهم ورؤوسهم قالوا مقولتهم المشهورة سبحانك ما عبدناك حق عبادتك هل عظمت الله حقيقة التعظيم هل عرفت الله حق قدره هل عظمته سبحانه وتعالى الذي قهر الاشياء النار يقهرها الله بالماء يسكب عليها الماء الماء يتكون من ايش من يعرف اكسجين وايش وهدرجين الاكسجين والهدرجين وش مواد محرقة هي مادتين محرقة هذا هو القهر العظيم ومع ذلك هي مادة الحياة لان الله جل وعلا سيقلب هذا الماء يوم القيامة نار واذا البحار ايش سجرت تتغير الامور لان الله اراد ان يقهر النار بهذه الماء ومع ذلك قهر النار جل وفي علاه ابراهيم عليه السلام يرمى في منجنيق في مشهد تاريخي حقيقة امر فيه من العظم الشيء العظيم واذا بن نمرود بن كنعان ينظر وهو يجزم ان النار ستحرق ابراهيم من الوهلة الاولى من شدة النار كان يقال انه ما تمر الطيور ولا طائر يمر من فوقها الا حرقته النار واصبح رمادا من شدتها ومع ذلك يأتي الامر الاله يا نار ايش كوني بردا ما قال برد وانتهى الموضوع برد وسلام لو كانت برد لا اصبحت مادة تجمد ولكن برد وسلاما وحددها الله على من على ابراهيم حتى لا تكون عامة وتكون فقط في تلك اللحظات وهذه النار تحديدا لان الله تبارك وتعالى عليس بهذا مشهد من مشاهد عظمة رب العالمين سبحانه وتعالى وجلست النار تحترق او تحرق وينتهي ذلك الحطب وتخمد تلك النار ويخرج ابراهيم عليه السلام بامر الله جل في علاه لم يحرق من ابراهيم الا الحبل الذي ربطت به يديه فقط وهو ينفض الغبار عنه عليه السلام حتى اسلأ قال النمرود اني نذرت ان اذبح لربكم ستين بدنة ان ربكم هذا العظيم عمر عظيم ويخرج ابراهيم بل لما سئل عليه السلام عن افرى الايام التي مرت عليه قال احسن ايام التي مرت عليه هي الايام التي قضيتها في تلك النار الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا ايش حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء التوحيد الخالص ان تعرف عظمة رب العالمين وهو الذي نجى موسى في موقف ضحف موسى وليد وليداً طفلاً صغيراً لما يا ايها الاخوة قصص القرآن فيها عبرة ومعنى العبرة الاتعاض هذا احد المعاني ومن معاني العبرة العبور ان تعبر بك هذه المواقف من حال الى حال ومن مكان الى مكان ان تت لنثبت به فؤهدك ليثبت قلبك على التوحيد موسى عليه السلام تلده امه تخيل الام مسكينة مولود ثم يخرج ذلك الطفل ففرح به ويأتيها الامر من السماء ان تضع هذا الولد وين وين فالتابوت صندوق العقل البشري ما يستوعب طفل والتابوت تعرفون التوابيت هي ليست عندنا في السعودية لكنها موجودة في خارج المملكة في كثير من البلدان التابوت محكم احكام الى درجة ان الميت لا يتعفن من شدة احكامه وموسى تدرك ان التابوت سيموت الطفل وليد النبي صلى الله عليه وسلم يقول وضعته في التابوت هي اربعة اوامر جتها وكلها عقلا ظاهر العقل لا يتقبلها لكنها اوامر وضعته في التابوت طيب الرسول سلم يقول ظنت ام موسى ان التابوت سيكون قريبا منها عشان تفتح وتشوف الولد وترضعه وتهويه وترجعه وتراقبه وحطت الولد في التابوت شوي يأتيها امر ثاني القيه وين في اليم انتم متخيلين الموقف انتم متخيل ام يعني كيف تلقي ولدها في البحر القيه في اليم البحر هلاك كله حالة هدوئه وحالة هيجانه ثم استجابت لامر الابشر ما عندي مانا فحملته واخته ولاحظوا لفظ القرآن الله ما قال ضعيه قال ايش القيه يلقى يلقى يرمى فحملته واخته فالقته في اليم تخيل انت التابوت والام تشوف الولد او التابوت في داخلها الطفل هذا هي تنظر والتابوت يموج به البحر فخافت خافت ان يغرق ان يهلك فقال الله جل وعلا امر الثالث ولا تخافي حتى الخوف يا ام موسى ممنوع لا اله الا الله ولا تخافي طيب طيب ما اخفت لكن يا بحزن على فراقه فيه بعد قال الله ولا تحزني حتى الحزن ممنوع ثم يقول الله لها ان رادوه اليك وجاعلوه من المرسلين يقول النبي صلى الله عليه وسلم شوفوا تحقيق امر الله قال وضعت ام موسى موسى في اول النهار وقد رضع من ثديها الايمن وما غابت شمس ذلك اليوم وجاع موسى الا وهو يرضع من ثديها الايسر مرت القصة كلها وضع في البحر فالتقطه اهل فرعون ثم امتنع من المراضع من الامهات ثم ذهبت اخته فقصته وعاد كلها في فترة النهار فقط حقق الله امره ولذلك اذا جاءك امر الله وعسى ان تكره شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم الله واش ختم الايا به قال والله يعلم وانتم لا تعلمون ولذلك لا تتخيل عظامة الله مريم ام او ام مريم زوجة عمران ام قصتها رأت فرخا تطعمه امه طائر وتمنت الولد فطرة كاي ام وشألت ربها الولد انها تحمل ولما حملت ما تدري المولود او الحمل ذكرا او انثى نذرت اني نذرت لك ما في بطني محررا وش معنى محررا يعني خالصا لا اطلب من هذا الولد ما يطلبه الاباء والامهات يعني ما ابغى يكون قريب ولا يخدمني ولا يفعل لي شيء ابغاه لك خالص يخدمك يا الله نذرته لله نذرت لك ما في بطني محررا لكن يا مولدة تش طلع ولد الا بنت بنت فلما وضعتها قالت ربي اني وضعتها انثى لان البنت في مثل ولد والله اعلم بما وضعت وليس ذكروا كالانثى لكنها ما فاتها ان تسميها ايش مريم واني سميتها مريم اش معنى مريم في اللغة المريم هي الخادمة يعني حتى على الاقل انال شرف الاسم من خدمتها لك يا رب العالمين لانها عرفت عرفت عظمة رب العزة والجلال فاقدرت ذلك الرب جل في علاه قدرة الله يقول وما قدر الله حق قدره سبحانه وتعالى فحقه علينا عظيم ان نوحده توحيدا صادقا نؤمن بان حتى هذا الحق الذي هو لله ان الفائدة ستعود بعد ذلك لنا ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رويه الدار قطني وغيره عن ابي ثعلبة قال ان الله تعالى ان الله فرض فرائضا فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وحرم اشياء فلا تنتهكوها وسكت عن اشياء رحمة بكم او لكم غير نسياء فلا تبحثوا عنها ونكملوا بعد الاذان ان شاء الله ايها الاحبة حق الله عظيم ولا اظن لقاء او محاضرة يستطيع الانسان يتحدث عنه لكن اعرفنا ان حق الله هو التوحيد الخالص ويجب ان نعرف ان نستطيع ان نحقق حقه جل في علاه بقدرة البشر المحدودة وكما امرنا هو سبحانه فاتقوا الله ما استطعتم ابتداء بمعرفة ربنا جل في علاه وان نعظمه كما قلت وان نعرف اسماءه وصفاته تبارك وتعالى تحصى هذه الاسماء معرفة وعلما نعرف انه الصمد انه القهار انه الجبار انه المنتقم انه الرحيم انه الرحمن انه الملك انه القدوس انه السلام انه المؤمن انه المهيمن انه العظيم انه السميع انه البصير اذا استشعر العبد هذه الصفات العظيمة وعظم الله علم ايضا ان شاء الله حق من حقوق الله التأمل في اياته في سماواته في ارضه اذا ذكرنا فقط التأمل في ذاتك انها اية كيف في خلق السماء الله يقول لخلق السماوات والارض اكبر من خلق الناس ولكن اكثر الناس لا يعلمون وقال تعالى انتم اشد خلقا ام السماء يأمرنا الان نتأمل بناها رفع سمكها فسواها واقطش ليلها واخرج ضحاها والارض بعد ذلك دحاها اخرج منها ماءها ومرعاها والجبال ارساها ثم قال متاعا لكم ولانعامكم المتأمل في ايات الله سيرى اما اوضح الله دلالته للمتفكرين وابدى شواهده كذلك للناظرين وبين اياته للعالمين وقطع كل اعذار المعاندين ادحض حجج الجاحدين استنارت ايات الربوبية وسطعت دلائل الالوهية واضمحلت غمرات الشك وزالت ظلمات الريب تأملوا في قول الله جل وعلا في سورة النمل امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انهارا وجعل لها رواسيا وجعل بين البحرين حاجزا ايلهم مع الله بل اكثرهم لا يعلمون اما يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الارض ايلهم مع الله قليلا ما تذكرون امن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته الاية هذه تستوقفنا يهديكم في ظلمات البر والبحر الطائرة الماليزية هذه المختفية الى اليوم اية كان يظن بعض الناس ان قوة الاستخبارات العالمية واجهزتها وحداثة تقنيتها وما وصلت اليه صندوق الاسود انتهى امس الى حد المدة المحددة ان يكون فاعلا ويعمل ولنا الان قرابة الشهر او اقل من ذلك لا يمكن ان يعثر عليه الى هذه اللحظة لكن الله ما تسقط من ورقة الا يعلمها ولا حبة ولا رطب ولا يابس الا في كتاب الله جل وعلا ما تخفى عليه خافية يعلم دبيبا نملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء اهلا هم مع الله كنت في احدى الفنادق في سفرة من السفرات فراكبت في الاسنصير الفندق فاثناء خروج او صعود الى الدور اثنين وعشرين اظن او واحد وعشرين توقف الاسنصير وانا في داخل الاسنصير والاسنصير لما تعرفوا لما ينتقل من دور الى دور يكون اللي واجهك اش دار والله الذي لا اله غيره ايقنت يعني بالموت فعلا تذكرك القبر ولا لا واضغط على الجرس ولا حد يرد وبقيت فيه قرابة خمسة اربعين دقيقة جلست على الارض اسبح واذكر الله ولا ادلم الموضوع الغريب ان الادارة او الفندق لم يعلم والسبب كان في ذلك ان الصنصيرات كانت قبل ذلك صنعت لنا وكانوا حاطين لوحات منع الدخول ويظهر مما انتبهت ودخلت بقيت خمسة واربعين دقيقة لكن والذي نفسي بيده كل شيء طرأ عليه في تلك اللحظة اوله اتذكرت القبر ثانية اتذكرت الذي لا تخفى عليه خافية يعني كم من الارواح والاعمال وتصعد اليه كل يوم النبي صلى الله عليه وسلم اخبر انه سمع في ليلة الاسراء والمعراج دوي كدوي النحل يطوف حول العرش فسأل ما هذا وقيل هذا ذكر الذاكرين لله في الارض يرتفع الى السماء ويطوف حول عرش الرحمن الله جل في علاه يعلم ما يكون وما هو كائن وما لم يكن لو كان كيف يكون مثل هذه المواقف التي تمر بالانسان يستشعر معها عظمة الله ام من يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته ايله مع الله تعالى الله عما يشركون ام من يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء وائل ابن العاصل ابن الوائل السهمي اتى الى النبي وش معه معه رفات قيل انه رفات طير ميت دخل به على النبي صلى الله عليه وسلم فرفعه ثم نافذه وطار رفاثة الطير وتساقط في الارض قال يا محمد اتزعم ان ربك يحيي هذا عظام اصبحت رفاثا تزعم يا محمد ان ربك يحييها فقال نعم ان الله هو الذي يحياك وانه يميتك وانه يبعثك ثم يدخلك النار فانزل الله جل وعلا اولم يرى اولم يرى الانسان انا خلقناه من نطفة فاذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي انشاها اول مرة وهو في كل خلق عليه الذي جعل لكم من الشجر الاخضر الى اخر الايات فالله تبارك وتعالى اذا عظمه المعظمون وعرفوا قدره عرفوا من هو هو الاول والاخر اول ليس له مبدئ اخر جلعا منتهي ظاهر بالدليل باطن بالحجاب يثبته العقل ولا يدركه الحس انما يقع الاشكال في وصف من له الاشكال وانما تضرب الامثال لمن له امثال فاما من لم يزل ولا يزال فما للحس معه مجال عظمته عظمت عن نيل كف الخيال كيف يقال له كيف والكيف في حقه محال ان تتخايله الاوهام وهي صنعه وكيف تحده العقول وهي فعله كيف تحويه الاماكن وهي وضعه انقطع سير الفكر وقف سلوك الذهن بطلت اشارة الوهم عجز لطف الوصف عشية عين العقل خرس لسان الحس من بيان عظمته انه رفيع الدرجات من اثر قسره تسبح له السماوات من توقيع امره يأمر بالعدل واقع زجره ينهى عن الفحشاء ينادي على باب عزته او ينادى على باب عزته لا يسأل يصاح على محجة حجته لمن الارض ومن فيها نظر بعين الاختيار الى ادم هذا يقوله ابن الجوزي فحظي بسجود ملائكته والى ابنه شيث فاقامه في منزلته والى نوح فنجاه من الغرق بسفينته والى ابراهيم فكساه حله خلته والى اسماعيل فاعان الخليل في بناء كعبته وافتداه بذبح عظيم في ضجعته والى لوط فنجاه واهله من عشيرته والى شعيب فاعطاه الفصاحة في خطبته والى يعقوب فرد حبيبه مع حبيبته والى يوسف فاراه البرهان في همته والى موسى فخطر في ثوبه مكالمته والى داود فالان الحديد له على حدته والى سليمان فسخر له الريح يتنقل به في مملكته والى ايوب فيها الطوبة لركضته والى يونس فسمع نداءه في ظلمته والى زكريا فقرن فقرن سؤاله بشارته والى عيسى فكم اقام ميتا في حفرته والى محمد صلى الله عليه وسلم فخصه ليلة المعراج بالقرب من سدرته واعرض عن ابليس فخزي ببعده ولعنته وعن قابيلا فقلب قلبه الى معصيته وعن نمرود فقال انا احيي الموتى ببلاهته وعن فرعون فادع الربوبية على جرأته وعن قارون فخرج على قومه في زينته وعن ابي جهل فشقي مع سعادة امه وابنه وابنته هكذا جرى تقديره والاعتراض على قسمته ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته فلا اله الا الله العظيم الحليم لا اله الا الله سبحانه اله واحد ليس له شريك وليس له مثيل في ذاته او صفاته او افعاله كل ما في الكون من ابداع ونظام وتوافق وانسجام يدل على ان مبدعه ومدبره واحد فهو الله الذي لا اله غيره لو كان فيهما الهة الا الله لفسدتها فسبحان الله رب العرش عما يصفون وليس التوحيد ايها الاحبة مجرد اقرار العبد بانه لا خالق الا الله وان الله رب كل شيء ومليكه كما كان عباد الاصنام مقرين بذلك وهم مشيكون بل التوحيد يتضمن من محبة الله والخضوع له والذل له وكماد الانقياد لطاعته واخلاص العبادة له وارادة وجهه الاعلى بجميع الاقوال والاعمال والمنع والعطاء والحب والبغض ما يحل بين صاحبه وبين الاسباب الداعية الى المعاصي والاصرار عليها فاعرفوا ربوبية ربكم جل في علاه فهو رب السماوات والارض ومن فيهن وما فيهن خلق كل شيء فقدره تقديرا واعطى كل شيء خلقه ثم هدى ولا يستطيع احد من خلقه ان يدعي انه الخالق او الرزاق او المدبر لذرة في السماوات او في الارض وما ينبغي لهم بل والله وما يستطيعون وهو تعالى واحد في اولوهيته فلا يستحق العبادة الا هو ولا يجوز التوجه له بالخوف والرجاء الا لا لا خشية الا منه ولا ذل الا اليه ولا طمع الا في رحمته ولا اعتماد الا عليه ولا انقياد الا لحكمه والبشر جميع خلق الله جل في علاه انبياء وصديقين وشهداء وملوك وسلاطين عباد لله جل في علاه لا يملكون لانفسهم نفعا ولا ظرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا فلا اله الا الله ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم يا ايها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والارض لا اله الا هو فانا توفكون انا توفكون هو الله الذي دعاكم دعاني اليك العلم والحلم والحجا وهذا الكلام النظم والنائل النثر يا رب وعودك حق لم نزل في انتظارها وكل الرزايا في جوارك تصغر ودينك يسر واعتدال ورحمة ونورك في كل الدياجير يسفر احبك والعقل الحصيف يقودني اليك وقلبي بالصبابة يأمر ربي لك الحمد لا احسن جميل اذا نفذت يوما شكاة القلب في كرب فلا تآخذ اذا زل اللسان وما شيء سوى الحمد في الضراء يجمل بي لك الحياة كما ترى بشاشتها فيما تحب وان باتت على غضبي رضيت في حبك الايام جائرة فعلقم الدهرين ارضاك كالعذب يا رب انطر علينا سحائب جودك ثرة وانظر الينا برحمة لا نغرق يا رب نسألك اللهم ان تجعلنا لك من الموحدين اللهم واجعلنا لك يا حيا قيوم من المؤمنين اللهم اني اسألك في هذه الساعة الذي قصرنا في حقك ونعترف وما قمنا بواجبك ونعترف وما قدرناك حق قدرك نسألك اللهم ان تعفو عنا تقصيرنا يا ذا الجلال والاكرام اللهم ان نثني عليك ثناء ينيق بجلالك وعظيم سلطانك فانت اهل الثناء والمجد احق ما قال العبد فلا اله الا الله اعرفوا حق الله وقوموا بحقه جل في علاه واعلموا ان الله تبارك وتعالى يقبل منكم التوحيد الخالص ولذلك يقول معاذ رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان اخر كلامه من الدنيا لا اله الا الله وما تعالى ذلك دخل الجنة اللهم امتنا على لا اله الا الله اللهم امتنا على لا اله الا الله واجعلنا ممن يعرف حقك يا رب العالمين اللهم انا نؤمن بك ونتوكل عليك ونستعين بك ولا رجاء الا بك ولا توكل الا عليك ولا اعتماد الا عليك ولا استعانة الا بك اللهم اعنا على اقامة حقك واقامة هذا التوحيد يا رب العالمين الخالص لك كل هذا الجلال والاكرام اللهم ان يسألك في هذه الساعة الكريمة ان تغفر لي اخواني الحاضرين كلهم واغفر لي اخواتي الحاضرات واغفر للمستمعين والمستمعات والمشاهدين والمشاهدات اللهم يا رب العالمين ان هؤلاء العباد حضروا تقديرا لذاتك رغبة في ان يعرفوا حقك اللهم انهم قد حضروا في بيت من بيوتك اللهم انت اقرب منهم اللهم انت اقرب لهم مننا واعرف بحالهم مننا ومنهم اللهم كل واحد منهم في نفسه حاجات وفي صدره زفرات ويدعوك في هذه الساعة ويناجيك اللهم حقق لكل واحد منهم مسألته اللهم حقق لكل واحد منهم مسألته اللهم حقق لكل واحد منهم مسألته اللهم اعطهم حتى تدهشهم اللهم رضهم وارض عنهم اللهم اقضي الدين عن المدينين منهم واشفي المرضى من المرضى منهم اللهم يا حي يا قيوم من كان بله حاجة وعليه هم ودين وكرب فنفس كربه واقضي دينه وتولى امره واصلح ما بينه وبين زوجه اللهم ان في بيوت المسلمين من اللأواء والبراء والبكاء والدموع ما لا يعلمه ولا يكشفه الا انزل اللهم انزل الرحمة على بيوت المسلمين واجعل بيوتا دو مودة ورحمة يا رب العالمين اللهم ان نسألك في هذه الساعة ان تصلح شبابنا واحوالنا اللهم ان قصرنا في حقك فسمعنا حتى الالحاد بك والكفر بذاتك والجرأة عليك وعلى نبيك ودينك وكتابك اللهم رد المسلمين اليك ردا جميلا واهدهم اليك هداية ترضى بهم عنهم يا رب العالمين اللهم يا خالقنا ومولانا ان لنا اخوة في الدين في ارض الشام في سوريا وفي فلسطين وفي العراق وفي اوساط افريقيا وفي بورما حالهم لا يعلمه الا انت اللهم انه قد عثى فيهم عدوا من اعدائك فقدت لهم ولم يرحم شيبة شائب ولم يرحت شيبة عجوز ولا ضعف طفل ولا انوثة امرأة اللهم ان نسألك لهم رحمة لا تبقي لهم بعدها بؤسا اللهم ارحم اخواننا في سوريا اللهم ارحم اخواننا في سوريا اللهم ارحمهم في اوساط افريقيا اللهم ارحمهم يا حي يا قيوم في فلسطين والعراق وفي بورما اللهم انه لا حول لنا ولا قوة اللهم انه لا حول لنا ولا قوة الا بك ندعوك باسمائك الحسنى وصفاتك العلا يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا سميع يا بصير يا قهار يا جبار يا أرحم الراحمين أسألك بأسمائك كلها وندعوك بعظمتك وجبروتك وقوتك أن تسلط على بشار وأعوانه وعلى أعداء الدين في كل مكان اللهم إنهم خلق من خلقك لا يعجزونك إنهم طغوا وبغوا في بلاد المسلمين وأكثروا فيها الفساد اللهم ارحم الأطفال الذين يبكون اللهم إنا قد رأينا أطفالا صغارا بُتِّرت أطرافهم وانهدمت عليهم بيوتهم واشردوا من ديارهم اللهم يا حي يا قيوم اللهم إن رحمتك سبقت غضبك اللهم كن بهم رحيما يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا خذ لاننا اللهم اغفر لنا خذ لاننا يا ذا الجلال والإكرام حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله وكفى حسبنا الله لا إله إلا الله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لقسم طريق رب العزلات Galilei حسبنا الله حسب رب العزلات عشر الريصال fou شكرا